اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليس مثله قدير لست في مهب الريح ولا في مواجهة لوحدك مع ظروف الحياة ولا يعمل في حياتك هاللويا وانت بتفكر في كم هو يحبك كم هو يعتني بيك تفاعل معاه وقوله انا بشكرك وبحمدك ليس مثلك ليس مثل حبك واهتمامك لاتتحتم بيه اكثر من ابي وامي لاتتحتم بيه اكثر من نفسي هاللويا تنفتحنيك على هذا الحب حبه عجيب وقوي بابا شكرا لانك بتفتح العيون على عظمة قدرتك هذه الليلة تستنير الكنيسة اكثر وتفهم فكرك عن هذه الايام بابا في اسم يسوع شكرا لك شكرا من اجل الانتصارات التي رسمت الكنيسة شكرا من اجل القوة والغلبة هاللويا في اسم يسوع امين تتكلم معاكم عن ما يدور جوا ازهان كتير الناس هل احنا في الوقت ده يعتبر بنعبر في اواخر التوقيت في الارض والازمنة الاخيرة هل الوضع الحالي بتاع الارض من انتشار اوباء وظروف هل ده يعتبر من الحاجات اللي هي الكتاب ذكر عنها هكون بدي نبزة بسيطة عن الاخرويات لكن موضوع الاخرويات هيستلم بوحده من كتر ما هو موضوع متشعب وكبير محتاج الى دراسة كبيرة لكن خليني اقرى معاكم اللي عايزين نوصل هو على قد ما فيه حب استطلاع عند البعض يا ترى ما يحدث الان هل هو فعلا الكتاب ذكر عنه الأهم من السؤال دوة افتكر لأسئلة يجب أن تسألها انت تقدر تمشي كيف الأرض في وقت فيه الأرض ترتبك العالم يرتبك الانت ترتبك اللي سامع الأخبار البرصة في أمريكا هوت وهبطت هبوط لدرجة قفلوها بسرعة وكتر ما هي عملة تخسر ان فيه اماكن قفلت بسبب الخوف من الاوباء هل هذا طبيعي اللي بيحصل في الارض لأول مرة الارض تعدي في حاجات ضخمة بصورة فيها العالم كله متأثر في الطبيعي بيبقى حدث في بلد معينة او في قارة معينة لكن انه يبقى حاجة متسعة بهذه الصورة مربكة للعالم كله هل الكتاب يتكلم عن دوة الكنيسة وضعها ايه في حاجة زي كده الكنيسة هي المكان وهي الذي اعطي لها انتحية انتصارات في هذا التوقيت وليس لها انها تعيش مرتبكة في ظل اللي بيحصل دوة هارو معاكو في لقى 21 لقى 21 وعدد 25 وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بحيرة اي تصير الناس محتارة البحر والأمواك تضج اي زي لتسنامي البحر والأمواك تضج ويوجد الآن بعض البلاد اللي بتغرق من الانحباس الحرية والناس يخشى عليها من خوف وانتظار ما يحدث الآن ان في ناس بترتعب فيوجد ناس يخشى عليها يعني معناها زي اللي يدخل في غيبوبة او وارد يجيله مرض بسبب الخوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع اي معناها الأرض لم تعود كالأول ترتبك قوات السماوات تتزعزع مش يقصد السما بالذات اي معناها المسكونة يوجد اضطراب قدنا شفنا في بداية السنة حرائق او تحدث يعني فانتصبوا وارفع رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب ردة الفعل تختلف عن الناس اللي بيخشى عليها اول ما تحصل الحاجات دية بيقول ارفع راسك جاي في ترجمات تانية ارفع كتافك وارفع دقنك لفوق لتقف بالصورة فيها انت مش مرتعب بل انت تقف مواجهة مش خايف يتكلم عن الفرح ترجمات تانية جايبها ارفع دقنك لفوق طلع كده صدرك لقدام وقول انا قادر انا لا اخاف مما يحدث دو ده موقف الكنيسة عشان كده ما يحدث الان يربك العالم لكن لا يربكنا احنا خلينا شوف مرقص وهو بيسرد نفس الكلام بتاع ربي يسوع مرقص 13 وعدد 14 فمتى نظرتم اوكي عدد 24 واما في تلك الايام بعد ذلك الضيق فالشمس تظلم والقمر لا يعطي دوءه ونجوم السماء تتساقط القوات التي في السماء تتزعزع أي معناها الطبيعة الطبيعة ما بتصرش مستقرة حينئذ يبصرون ابن الإنسان آدياً في سحاب بقوة كثيرة ومجد فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختري عايز عدد 23 فانظروا أنتم ها أنا قد سبقت أخبرتكم بكل شيء بمعنى أنه يوجد في كتاب مؤدس معلومات عن ما سيحدث بصورة تفصيلية من أكتر الحاجات اللي بسبب أن الشخص بيبقى مش عارف إيه اللي بيحصل وإيه تشخيص وإحنا فين نقع فين في خريطة أواخر الأيام إذا بيؤدي في الآخر خالص أن الشخص بيكون مرتبق جواه تعالي نشوف دانيال من ربي يسوع تكلم عن ركسة الخراب عدد 14 13 ومتى نظرت من ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي أن دانيال هو الشخص أنا في عدد 14 مرقص 13 14 فمتى نظرت من ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة إذا دانيال من الأشخاص اللي هم اتكلموا عن مضاد وإخيرا نشوف ما هو موقف الكنيسة من هذا الأمر دانيال 2 أول تدرس تشوف نبوات المؤدس تكتشف أن هذا الإله حي يحيى في الماضي والحضر المستقبل ويسرد لنا أمور دانيال في الوقت كانت مملكة بابل وأخذ في السبي في الوقت دانيال تكلم عن الممالك التي لسه تتيجي بالتفاصيل ما يوضح أن هذا الإله الذي يوضح لدانيال هذا الكلام يحيى في الماضي والحاضر ومستقبل إذن هو إله حي وليس كلام تخمينات أقصى شيء الواحد يقدر يتخيله هو مستقبل لمدة سنين لكن ما يتكلم عن مئات وألاف السنين تفهم أن الذي يملي هذا الشخص هو إله حي هذا من أحد الحاجات التي تثبت أن الكتاب المعدس هو كلمة الله أنه يحيى في الماضي والحاضر والمستقبل في عدد 17 نحن عارفين قصة نبو خذ نصر وشاف حلم وانزعج وطار من النوم وطلب الناس تيجي تفسر الحلم ثم جابوله دانيال وافتكني دانيال هو العلم المجووس اللي جمزاره رب يسوع بعد كده من نفس المملكة وهو اللي قد فهم للأزمنة والأوقات عشان كده المجووس عارفه ويفهمه أن يسوع جه في الوقت اللي فيه يسوع فهنا بيقول في عدد 17 حين إذ مضى دانيال إلى بيته هو أعلى محنانية ومشاقين وعزرية أصحابه بالأمر صلى رب كشف له الحلم عدد 27 أجاب دانيال قدام الملك وقال سر الذي طلبه الملك لا تقدر حكماء ولا السحر ولا المجووس ولا من الجمو على أن يبينوه الملك لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار نبو خز ناصر ما يكون في الأيام الأخيرة حلمك ورؤية رأسك على فراشك هو هذا صلى وبدأ يعرف الحلم اللي هو شافه نبو خز ناصر بدأ يقول كرة وحنشوف الكنيسة فين في اللي هو يقوله أنت أيها الملك كنت تنظر وإذ بتمثال عظيم هذا تمثال عظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل بيقوله الحلم اللي هو شافه وما قاله إيه هو الحلم دانيال رب كشف له الحلم فبيقوله الحلم وتفسير الحلم رأس هذا تمثال من ذهب جيد سريعا وهيجي وقت وأكون بعلم عن دوة بصورة مستفيدة هنا يتكلم عن مملكة بابل الرأس من ذهب هي مملكة بابل صدره وذراعاه من فضة هنا يتكلم عن مملكة ماديو فارس وبعد كده بطن وفخداه منه حاس وهنا يتكلم عن اليونان أو المملكة اليونانية حيث أليكسندر الأكبر هيجي تكتشف كتماد السنين يوجد نبوات لبعد السنين سقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف كنت تنظر إلى أن ركز فدية ذكيني سبع قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه هلتين من حديد وخزف فسحق هما فإن سحق حين إذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيضر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان أما الحجر هو كنيسة الذي ضربت تمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها شايف لا يتحطم هذا الحجر يكسر ولا يتكسر إيه اللي بيحصل إيه اللي كان بيحكيه دانيال هنا هشي بقى فاهم أنه بعد كده بدأ يشرح في دانيال دق 8 و 10 و 11 و 12 عن الوحش المملكة التي تلي بعد كده المملكة الرومانية وهكذا بدأ يشرح أنه يوجد وحش والوحش هو الشخص هيعمل عمل في سلام ويقدم سلام ويعمل معاهدة سلام في الأرض الكلام ده هو موجود يفتح معي دانيال 9 عدد 27 هذه النبوة التي تتكلم عن معاهدة السلام التي نعمل نسبة عنها الآن في مدات السنة أنها ينظر فيها الآن ويتم رفضها إلى أن يأتي حد ويكون من منطقة نفسها التي كان فيها الدولة الرومانية زمان أي منطقة البحر المتوسط فهيبتدي يعقد عهد معاهدة سلام فبيقول فيها 27 ويثبت عهداً مع كاثرين في أسبوع واحد أي مدة هذه المعاهدة سبع سنين وفي وسط الأسبوع أي الضيقة العظيمة الضيقة ننقسم إلى 30.5 في وسط الأسبوع أي في سبع سنين دولة الأسبوع وسبعة أيام سبع سنين يبتل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس نخرى برب يسوع جاب سيرة الكران دو حتى يتم وبعد كده بيوضح إزاي ويصب المقضي على المخرب يعني أي معناها ينصب عليه العقاب الكنيسة هي الحجر الذي يؤثر ولا يتأثر إيه اللي بيحصل على مستوى العقود والسنين اللي فاتت ديها كلها مئات السنين هو عبارة عن محاولة إقامة ممالك تقف تحط ويصق إديها في إدين إبليس على مر السنين ويبتدي يقف ضد الله إلى أن يأتي الوحش الوحش هو شخص ليس وحش له أنياب هو شخص وهو يأتي ويكتاب يتكلم عنه أنه له مواصفات مش وقت أتكلم فيها لكن هيجي الوقت وأتكلم عنها باستفادة المواصفات ديه هو شخص يحمل سلام ويتكلم بسلام ويقيم معاهدة سلام وبيها هيبتدي الضيقة الضيقة هي سبع سنين ومشمول فيها نصفين نص الأول ونص ستان مش للنقطة قد ما نفهم دانيال عايز يتكلم عن نقطة قوة الحجر ده والذي صار جبل كبير وملأ الأرض كلها هو ده الكنيسة أي قطع حجر بغير يدين أي له له إدين إلهية وهذا الحجر نزل دك هذه الحاجات التي كلها بتحاول أن تقف وتصنع مملكة مستقلة عن الله وفي الوقت ده هو كان في مملكة وبدأ ينبئ بممالك تانية بتفاصيل قد تتعجب هو في 11 أصلاح 11 بتكلم عن تفاصيل دي بكل دقة وحكى عن مين اللي هيمسك بعد مين وهيبق أربعة بعد أليكسندر الأكبر وكل التفاصيل اللي حصلت حرفيا دانيال حكاها بتفاصيل غير النبوة أو غير الحلم اللي شايفه مع الملك بدأ ربي يكشف له عن ما سيحدث بعد كده افتح معي دانيال التنشر هتلاقيه بيتكلم بانتصار عن الكنيسة الكنيسة دانيال التنشر هو نهاية الزمن أكتر أصحح يتكلم فيه بتلخيص فعمال ينط ما بين محطة والتانية إيه لها يحصل لدى الشعب بتاعه وإيه لها يحصل لني يخلي بالك فيه مفاتيح لفهم دانيال في دانيال واحد أول ثمان أعداد بيقول شعبي أي هذا الشعب الذي يتكلم عنه دانيال هو الشعب الله فبالتالي وانت تجي تفهم دانيال انت تجي تفهم مبادئ تفهم منها كلمة شعب أي الشعب الذي يخصه فإذا في كل مرة يتكلم عن الشعب هو شعب دي مفاتيح سريعة لكن خلينا أعرى معك في دانيال 12 نشوف الكنيسة فين في وسط السطور بتاعت النجوات دايق فعدد واحد يقول وفي ذلك الوقت يقوم خئيل الرئيس العظيم قائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر هذا حدث زمان أيام هتلر وكثيرون من الرقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبادية هؤلاء إلى العاد لإزراء الأبادية يتكلم عن نهاية سريعة لما سيحدث للشعب يقول والفاهمون يضيقون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أباد الدهور أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام لو اختم السفر إلى وقت نهاية نهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد وكلمة يتصفحونه هي عائدة على حكتين تطبيق حرفي وتطبيق واقعي حرفي أي ناس هتقعد تلف الصفر دانيال يحاول يفهمه لكن كتاب تقول المعرفة هتزداد في أواخر أيام وهي تحمل أن الناس هتكون سريعة وتكلم عن عصر السرعة اللي احنا فيه فهي جاية تو and fro يروح ويجو بسرعة وتكلم عن السرعة المهولة اللي موجودة في الأزمنة الحالية وبدأ يتكلم عن ما سيحدث أن الفاهمون يضيقون كضياء الجلد هم دول من دلوقتي هيكونوا بيعيشوا نور في ظل هذه الظلمة هذه الظلمة فصح 11 يتكلم عنها برضو يتكلم عن الوحش يقول فعد الثلاثة ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته وبعد كده بيجي واحد ثلاثين وتقوم منه أذرع وتنجس مقدس الحصين رب يسوع تكلم عنها ركسة الخراب وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجز المخرج أو اللي هو المخرب أي معناها النجاسة أو الأمور التي ستحدث وسط الهيكل أو المتعدون على العهد يغويهم بالتملوقات هو بدأ العهد وهيبتدي يغويهم أما الشعب الذين يعرفون إلههم في ظل هذا الظلام يقوون ويعملون أو في ترجمات تانية سيكونون أقوياء ويقفوا بصلابة ويصنعون أمور نجيدة مجد الرب هي دي كنيسة في ظل كل ما سيحدث في الأرض والفاهمون من الشعب يعلمون الكثيرين ويوجد اتهضات ويعثرون بالسيف أي ويسقط قتل بالسيف يوجد اتهضات وفي ناس هتقتل لأنه هو مش مهتم بالاختطاف في الكلام بتاعه عشان يبقى فاهمين دانيال مهتم بإيه إيه الأساس اللي كان مكتوب عشانه دانيال هي أواخر الأيام ما يخص نحن هو الاختطاف ما يخص هو شعبه فعشان كده هو يتكلم عن ما قبل وما بعد الضيقة أي نقدر نطلع من وسط الكلام ده وما يختص بينا إحنا اللي هو الفاهمون وسيظل الناس هتفهم في الضيقة لكن لا مخص نحن فبتكلم أنه هيحصل شهد كثير ويموت كثير أثناء الضيقة وطبعا هم دول اللي في صفر رؤية شفهم الكنيسة في الوقت دو محتاجة تفهم أين عقرب الساعة رب يسوع تكلم عن الوقت اللي هيحصل فيه الضيقة دية قبلها إيه لها يحصل مت 24 عدد 7 أو عد 6 سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا ترتعوا لأنه لا بد أن تكون هذي كلها ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أم على أم مملكة على مملكة وتكون مجعات أو بئة وزلازل في أماكن ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع حين إذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونوا مقاضين من جميع الأمم من أجل إسمي بعد 15 فمتى نظرتم ركسة الخرابة التي قال عنها دنيان لسألينا حلم نبي قائم في المكان المقدس ليفهم القرأ في حين إذ ليحرب الذين في اليهودية إلى الجبل إذن يكلم يهود وعش كده بيقول صلوا عشان ما يكون هربكم في سبت إذن مش بيكلم الكنيسة وشك كده الكنيسة عليها أن تفهم أين نحن في عقرب الساعة وأين نحن في الخريطة بتاعة أواخر الأيام الآن بتحدث الأوبئة والزلازل الآن يوجد علامات أكيدة جدا عن معاهدة السلام اللي اكتاب مؤدس بتكلم أنها تنبأ عنها في دانيال تنبأ عنها في إشاية 28 افتح معي إشاية 28 14 بعد ما هو تكلم عن التكالم بأرسنة كنبوة جاء في 14 ولذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهزن ولاد هذا الشعب الذي في الشليم لأنكم قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا مثاقا مع الهوية الصوت الجارف إذ عبر لا يأتينا بسبب هذه معاهدة المطمئنين يعني لأننا جعلنا الكذب ملجأنا بالغش استطرنا شكرا يوجد كلام من بولس يقول في تسالونيك الأولى خمسة عشان نربطها تسالونيك الأولى خمسة وعدد أما الأزمين والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أكتب إليكم عنها لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم ربك لص في ليلة هكذا يجي لأنه حينما يقولون سلام وأمان حين إذ يفجئهم هلاج بغتة كالمخاط للحبلة فلا ينجون أنا عارف كثير قوي بالأخص 2011 بعض الناس شاهدوا حصان أخضر يطلع ويقولون هذا الحصان الأخضر هذا غير كتابي بالمرة الحصنة الموجودة في رؤية ستحدث بعد الاختطاف وهي بدايات بدايات الضيقة وهي بداية حرب كبيرة بنشوف دلوقتي استعداداتها في تكتلات بلاد مع بلاد وفي احتقان بس الدنيا ملمومة شوية هتحصل أشكرا الحصان الأحمر وبدايات الحصنة دي هي بدايات الضيقة الكنيسة لن تحضر هذا لكن في نفس الوقت لازم يكون فاهمين هيوجد أمور استعدادية من دلوقتي زي مثلا علامة الوحش العلامة هي حاجة تكنولوجية هتستخدم ودلوقتي عملنا نسمع الحاجات بتتزرع هنا بتتزرع في الجبهة نفس الكتاب ذكر عنه في رؤية 13 والتكنولوجيا دلوقتي بدأت تعمم هي بتستخدم بصورة سليمة طبيعية تنظمية لكن هيجي هو يستعمل النظام دو علشان يكنترول العالم به هي ليست شريرة كأنظمة لكن هيوجد وقت في حد هيمسك الأنظمة دي وفي منطقة معينة في العالم لأن الكتاب يتكلم ليس كل الأرض تتأثر بي هيبقى فيه تأثر بسيط في بعض الدول لكن التأثر الأكبر هو منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أوروبا ومنطقة حوض البحر المتوسط هو نفس المنطقة اللي كان فيها الدولة الرومانية زمان عشان كده ونحن نتعامل مع مشابهات الضيقة بعض الناس يقولون كيد الضيقة الناس مش فاهمة الضيقة هي محتاجة أن الذي يمنع الذي يمنع إبليس أنه ينطلق هو الكنيسة افتح معايا تسالونيكي التانية بولس شرح في تسالونيكي أكتر تعليم عن أواخر الأيام عدد تسالونيكي التانية اثنين عدد واحد ثم نسألكم أيها الأخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه لحظ اللفظ دوا لفظ اجتماعنا إليه هو نفس اللفظ غير تركين اجتماعكم في عبرين عشر في اليوناني وهو نفس اللفظ اللي هو بيقول أنا وأنتم روحي مجتمعا معا في كنس قولة خمسة في اليوناني نفس الكلمة دي هنا يتكلم عن اتحاد وليس اجتماع اللي معناها اجتماع بل هو بتكلم عن اتحاد واتحادنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتعوا لا بروح ولا بيكلم ولا برسالة كأنها مننا أي أن يوم المسيح قد حضر نفس اللي بيحصل دلوقتي من السيناريو نفس اللي بيحصل دلوقتي من السيناريو بدأت وأنا عارف أنه فيه خلاف كبير ما بين كذا معتقد أن الضيقة هنحضرها ولا مش هنحضرها ولا هنختطف في النص وأنا عارف أنه فيه كتير فيه عقائد وفيه اللي مش بيهم بالاختطاف أساسا أنا متفهم ده ولكن خليت كلم عن ما قبل الاختطاف لو إحنا فيه سواء انتوا من فيه اختطاف أم لا إيه هو وضع الكنيسة بيقول لا بروح ولا بيكلم ولا برسالة كأنها من أي أنا يوم المسيح قد حضر إذن من وقت بولس يوجد من يدعي أن يوم المسيح قد حضر عشتبقى فهم تاريخي الكلام ده أول مرة بيسوع اختطف قدامهم أو صعد قدامهم فبدأوا يبصوا أن يسوع صعد فبصين رحوا لقوا اثنين ملايكة قالوا لهم زي ما هو جي زي ما هو صعد هيجي بنفس الصورة دي فبدأوا التلاميذ يفهموا أن رب جاي تاني بس مش عارفين إمتى فبنكتر هم طلعين من خارق للطبيعة كتير ومعجزات وقيامة موتة ويسوع قامل الموت فقالوا رب يسوع جاي في خلال السمن دي فجي بولس وقف قال يا جماعة يوجد مبادئ من الكلمة تخلي نفهم أني لسه الرب مش هيجي الزمن ده فبدأ بولس يفوق الكنيسة وشوية رسل انجرفوا في الحتة دي مراجع بتثبت هذا الكلام لأن القصة محتاجة تعليم هتقول لي رسل ما كانوش عارفين هذا الكلام لأن المضوع محتاج تعليم عشان كده بولس وقف وقال إيه الحاجات اللي هتخلينا فهم وهو بيعلمهم عشان يبتدوا يرجعوا لشغلهم تاني فيه الناس بدأت بطالة تشتغل فعش كده بعدها بيقول إن ما لا يعمل بيقولوا مران آثى ربه قريب ربه قريب وهم بيتقتلوا ربه قريب خلاص هو فعلا قريب مقارنة بأربعة تلاف سنة قبل كده فبالنسبة لألفين سنة هو قريب بطلس ربعاف قال إن كما قيل بيقول لنبي إن في أواخر الأيام فإذن الانطباع كان عند التلاميذ إن دي أواخر الأيام وكلام ده كان من ألفين سنة وراه فعشان كده بيبتدي يحصل كان لغط جوه الكنيسة إن ربه قريب يجي فاستوب ما تعملوش حاجة فهو بدأ يقول ما حدش يزعزعكم سريعا من ذهنكم وهكذا بيحدث الآن البعض بيتعامل بالصورة دية مع أواخر الأيام إحنا أقرب من أيام بولس وأقرب من أيام بطلس نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو أس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactusatlifechangingtruth.org نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا